بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبي وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين اللهم زيدنا علما وفهما وحفظا وإخلاصا والحقنا بالصالحين ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدات من لساني يفقه قولي على روح النبي الطاهرة صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آله وأصحابه والعلماء العظام المشايخ الكرام وعلى أرواح أساتذنا والمصنفين نقرأ فاتحة والإخلاص ثلاث مرات أما بعد فبإذن الله تعالى وتوفيقه نشرع في المجلس الحادي والستين لدراسة كتاب المسامرة شرح المسايرة وقد قرأنا شيئا لا بأس به من الخاتمة و لكننا ما انتهينا منها وقفنا في صفحة 284 عند قول المصنف المات وأما التبري من كل دين نعم وأما التبري من كل دين هذا في الحكم الأول الحكم الأول أو النظر الثاني عفوا النظر الثاني نحن انتهينا من النظر الأول في مفهوم الإيمان النظر الثاني في متعلقه وقفنا في وسط هذا النظر النظر الثاني في متعلقه نعم و كنا نتكلم عن مسائل عن مسائل التكفير عن مسائل يكفر بها المنكر نعم نكمل قال الإمام رحمه الله تعالى و نفعنا بعلومه و علومكم في الدارين وأما التبري من كل الدين يخالف الدين الإسلامي فإنما شرطه بعضهم أي بعض العلماء و منهم جمهور الشافعية في حق من اعتبروا اتيانه به من اعتبروا اتيانه به هؤلاء سيأتون نعم في حق من اعتبروا اتيانه به لإجراء أحكام الإسلام عليه من الصلاة خلفه و دفنه في مقابر المسلمين إلى آخر أحكام المسلمين كعصمة الدم والمال و نكاح المسلمات و غيرها في حق متعلق بالمصدر و هو إجراء لإجراء أحكام الإسلام في حق إلى آخر أي إنما شرطه بعضهم لإجراء أحكام المسلمين في حق بعض أهل الكتاب الذين يوحدون الله تعالى و يقولون إن محمد عليه الصلاة و السلام إنما أرسل إلى المشركين من العرب أو غيرهم لا إلى أهل الكتاب كالعيسوية من اليهود هذا الفكر كما تعرفون ظهر في عصرنا في أيامنا في أيامنا قبل السنوات كان معروفا مشهورا يعني لدى بعض الطوائف في العالم جميعا يعني في العالم جميعا وهم كانوا من وهم خلفوا العيسوية كانهم لكن للأسف كان ممن يدعي الإسلام ممن يزعم هذا القول نعم ممن يزعم هذا القول ممن يدعي الإسلام كالعيسوية من اليهود هذه فرقة من اليهود وهم أتبعوا أبي عيسى الأصبهان اليهودي يقولون إنه أرسل إلى العرب خاصة دون بني إسرائيل فلا يكتفى في إسلام من يعتقد يعني هؤلاء البعض من علماء الشافعية يقولون لا يكتفى في إسلام من يعتقد ذلك بالإتيان بالشهادتين فقط يشترط شيء آخر بل لا بد ما هو هذا الشيء الآخر بل لا بد أن يأتي بما يدل على براءته من كل الدين يخالف الإسلام بأن يأتي بلظ البراءة أو يقول محمد رسول الله إلى جميع الخرق وهناك فرقة اسمها القاضيانية فعلماء عصرنا من الفقهة اشترطوا في صحة إسلامهم أن يتبرأوا من دعوة نبوة هذا رجل فلا يكفي لواحد دخل في مذهبهم وهم كفروا من قبل كثير من المسلمين في الهند هؤلاء لكن انتشروا في جميع الأرض ما زال لهم يعني حاليا لهم أتباع كثيرون جدا في بريطانيا مثلا يعني في بريطانيا هؤلاء القاضيانية يعني حتى يصح إسلام أحدهم لا بد أن يشهد بأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يضيف هذا حتى يقبل إسلامه لا يكفي أن يأتي بالشهادتين لأنه يأتي بالشهادتين ولكن يدعي نبوة شخص آخر هذا يشبه مسألة العيسوية قال المصنف وعلم أن اعتقاد العيسوية ونحوهم يتضمن ما يستلزم بطلانه هذا الكلام رائع حقيقة من الشارح يتضمن ما يستلزم بطلانه يعني موقف العيسوية موقف متناقض في الحقيقة متناقض داخليا لأن اعتقادهم نبوته صلى الله عليه وسلم يتضمن اعتقاد عصمته من الكذب في أخباره يعني ما معنى أني أشهد أنك نبي من الله يعني أصدقك بكل ما جئت به من الله تعالى وقد تواتر إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة العرب وغيرهم فإخراج البعض من عموم رسالته إبطال لما يتضمنه اعتقادهم من عصمته فيكون إبطالا لعتقادهم وفي معنى العيسوية بعض من النصارى يقولون إنه يبعث في آخر الزمان هذا مثل القاضيانية إنه يبعث نبي في آخر الزمان كما صرح به النووي في كتاب الظهار من التنقيح شرح الوسيط يبعث نبي من الأنبياء في آخر الزمان طبعا ليس هذا هو هذا لا ينافي اعتقادنا بمجيء عيسى عليه السلام لأنه لن يأتي النبيا جديدا أو صاحب شرع جديد للمسلمين نعم وهذا وقول هذا يعني خذ هذا وقول المصنف إن هذا التبرية إنما يشتريطه بعضهم في حق بعض أهل الكتاب يعني عبارة ألمات هذه يؤذن بأن الاكتفاء في حق غيرهم مطلقا بالشهادتين محل وفاق يعني غير هذا الأمر غير هذا غير بعض أهل الكتاب غير بعض غير العيسوية لا يشترط هذا الأمر في أي فرقة في إسلام أي فرقة ولكنه ليس كذلك ليس في محل الوفاق هذا وليس كذلك فالمعتمد عند الشافعية هذا المعتمد يشبه المفتبه عند الحنفية مصطلح المعتمد فالمعتمد عند الشافعية أن من كان كفره باعتقاد إباحة أمر علم تحريمه من الدين ضرورة أو تحريم أمر علم حله من الدين ضرورة لا يصح إسلامه مثلا من يعتقد مثلا من تلوث بأفكار الحوار بين الأديان تمام من دخل في طوائف يدعون أن النصارى أيضا سوف يدخلون الجنة مثلا نحن لا نقر بإسلامه إلا بعد أن يشهد بأنه لا يدخل الجنة إلا المسلمون لأن هذا أمر ضروري من الدين عدم دخول النصارى واليهود طبعا بعد وصول التبليغ إليهم بعد بلوغ الدعوة إليهم عدم دخولهم في الجنة من الأمور الضرورية في الدين فمن ظهر عنده شبهة إنكار هذا لا يقبل منه الشهادتين لوحدهما بل نشترط في إسلامه أن يقر بأنه لن يدخل في الجنة إلا المسلمون والنصارى واليهود لن يدخل الجنة لا بد أن يقر هذا الشخص صح الذي مثلا دخل تردد إلى القائلين بالحوار بين الأديان والقائلين بمثل هذه الأفكار تعرفون هذه الحوادث وهذه المصائب أو في أمور فقهية مثلا مثلا أنكر أمرا فقيا ضرورة من ضرورة الدين مثلا أنكر ماذا نقول مثلا أنكر مثلا كون القرآن كلام الله يعني تعلق بأفكار أرخنة النص تارسلك فدخل يعني في أجواء هؤلاء القائلين بأرخنة النص على مستوى يعني خطير جدا فلا بد أن يقر بأن القرآن كلام الله تعالى ليس كلام البشر ولا كلام النبي تمام لا بد أن يقر بهذا حتى يقبل إسلامه نعم يقول فالمعتمد عند الشافعية أن من كان كفره باعتقاد إباحة أمر علم تحريمه من الدين ضرورة أو تحريم أمر علم حله من الدين ضرورة لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ مما اعتقده وأن اليهودي المشبه لا يصح إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله جاء بنفي التشبيه نعم اليهودي المشبه هنا المقصود لا بد أن يكون المشبه بدرجة تخرج الإنسان من الإسلام وهذا يمكن أن يقول أن هذا ظاهر أغلب الفرق اليهودية إلا من تفلسف بفلسفات ابن ميمون وأمثاله في التنزيه يعني اقترب إلى التنزيه من اليهود قد لا يشترط فيهم لكن اليهود ينقل منهم عقائد في غاية البطلان في التشبيه بل من المكفرات يعني لو كان هذا يدعي الإسلام ويأتي بمثل هذه العقائد التشبيه لهان تكفيره لهان تكفيره أو لا كان أمرا في غاية القرب تكفير هذا الرجل تمام يعني تعرفون يعني عقائد اليهود في التشبيه مشكلتهم في التشبيه يعني يشبهون الله تعالى بالبشر على مستوى عجيب جدا صح؟ نعم فهؤلاء اليهود المشبهون إذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام لابد أن يضيفوا شيئا آخر إلى شهادتيهم تمام؟ مثل هذا يعني أن محمد رسول الله جاء بنا في التشبيه أو ما يفيد هذا المعنى طيب يقول الشارح رحمه الله وهذا كله بالنسبة لإجراء أحكام الإسلام لا بالنسبة لثبوت الإيمان له واتصافه به فيما بينه وبين الله تعالى فإنه لو اعتقد عموما الرسالة وتشهد أي أتى بالشهادتين فقط كان مؤمنا عند الله يعني لو اعتقد عموما الرسالة على الحقيقة يعني مثلا تمام؟ على الحقيقة بدون تناقض داخلي في نفسه إذ يلزم يعتقاده ذلك التبرد يلزم الأصل أن يلزم إذا كان في عقدته عمو بالرفع على الفاعلية واعتقاده مفعول مقدم ووجه اللزوم أن اعتقاد عموم الرسالة مع اعتقاد التوحيد بالألوهية يسترزم اعتقاد انتفاء كل ما ينافي ذلك وهو معنى التبري المذكور هنا نعم أنا أحيانا يمكن أسرع في القراءة أنتم تقفونني أو تستوقفونني إذا تعلقتم بشيء أو بمسألة أو بعبارة طيب ولم يشترطه بعضهم أي بعض العلماء ومنهم بعض الشافعية لم يشترطوه في حق هذا أيضا هذا البعض الآخر كيف نفهم قوله هذا مهم لأن الظاهر مع الأول لا بد أن نشترط لكن لماذا هؤلاء لا يشترطون كما لا يشترطهم يقولون كما لا يشترطوا في حق غيره كالثنوي والوثني إذ يكتفى من كل منهما بالشهادتين يعني عدم اشتراطهم لا يعني عقديا في قلبه يهودي عيسوي يكون مسلما لو دخل في الإسلام أو لو أتى بالشهادتين وحفظ على عقيدته بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة يعني أبقى في نفسه هذه العقيدة هل يكون في نفس الأمر مؤمنا ومسلما عند هؤلاء البعض الذين لم يشترطوا إضافة قول آخر إلى الشهادتين ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ هل يكون في نفس الأمر مسلما عند هؤلاء البعض من الفقهاء؟ لا إذن ما المقصود من عدم الاشتراط؟ عدم الاشتراط فقهيا لإجراء أحكام الإسلام الإجراء أحكام الإسلام لا يتوقف على انضمام هذا القول إذا لم يصرح بإنكار شيء فإذا صرح بشيء طبعا هذا المسلم أيضا يوقف لا يجرى عليه أحكام الإسلام بسهولة لابد من التوقيف لكن هنا المسألة الفقهية الخلافية هنا في اشتراط التلفظ بأمر زائد على الشهادتين في أحوال خاصة لإجراء أحكام الإسلام أو لا يشترط أو يمشى على الأصل هذا هو الاختلاف ليس الاختلاف في أمر قلبي بالنسبة لواحد في مذهبه أو قبل أن يصرح بأنه يدخل في الإسلام أن يأتي بأعقيدة تخالف أعقيدة المسلمين حتى رجاء بالشهادتين يعني ليس الكلام في كون الشخص في نفس الأمر مسلما وإن بقي على هذه الأعقيدة المخالفة للضرورات الإسلام ليس الخلاف في هذا الخلاف في أمر فقهي إجراء أحكام الإسلام هل يتوقف على التلفظ بهذا الأمر الزائد أو نمشي على الأصل إلا أن يأتي بأمر صريح مخالف للإسلام في كلامه أو في أفعاله فاهمين المسألة هؤلاء البعض يعني لا يجوزون للعيسوية أو لا يدخلون العيسوية في الإسلام هؤلاء البعض الآخر لا يفهم على طريق مختلف كما لا يشترط في حق غيره كالثنوي والوثني الثانوية مثل مثل بعض الطوائف من الفرس يعني صح يعني يعتقدون بإلهين يعتقدون إلهين إله الشر وإله الخير صح يزدمن وأهرمن ويزدمن بحسب ما أذكر صح طيب والوثني آه هذا مشرك وثني نعم إذ يكتفى من كل منهما بالشهادتين يعني فقيا لا يشترط شيء آخر عند الدخول في الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالتشهد منهم أي من أهل الكتاب مطلقا بدون اشترط شيء آخر بدون أن يقول بأن عيسى ليس إلها مثلا نصراني لو أراد الدخول في الإسلام فأتى بالشهادتين لا يشترط في إسلامه أن يقر أن يأتي بكلمة أن يشهد بأن عيسى نبي الله وليس إلها لا يشترط لأن الظاهر في إسلامه في قبوله الإسلام أن يكون قد تبرأ من هذه العقيدة الظاهر واضح الكلام نعم وقد نقل إسلام عبد الله بن السلام في صحيح البخاري وليس فيه أي في إسلامه المنقول في البخاري زيادة على التشهد أي الإتيان بالشهادتين ونقل أيضا غير ذلك أي غير إسلام عبد الله بن السلام من وقائع كثيرة في هذا المعنى ما يكاد إنكاره أن يكون إنكارا للضرورة ويجاب عن هذا البعض الأول من الشافعية يجبون عن استدلال هؤلاء البعض الثاني ويجاب يجبون عن هذا بأن كل من كان بحضرته صلى الله عليه وسلم من كتابي أو مشرك فقد سمع منه إدعاء عموم الرسالة لكل واحد فإذا شهد أنه رسول الله لزم تصديقه إجمالا في كل ما يدعيه وتفصيلا فيما علمه من ذلك تفصيلا لدلالة المعجزة على صدقه في كل ما أخبر به عن الله ومما يدعيه عموم الرسالة صح؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة العرب منهم والعجم وقد علمه وهذا يعني وقد علم من دخل في الإسلام من أتى بالشهادتين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الدعوة العامة وهذا بخلاف الغائب عن حضرته صلى الله عليه وسلم في القرون المتأخرة مثلا فإن لم يسمع منه ادعاء عموم الرسالة فتمكنت الشبهة في إسلامه أي دخوله في الإسلام بمجرد التشهد لجواز أن ينسب إلى الناس الإفتراء في الدعاء العمومي أي عموم الرسالة الجهلا منه كما دخل في هذا الجهل بعض الناس الداخلين في عدم في طور من يدخل النصارى في الإسلام بدأ أن يشك من صفات أهل الجنة بدأ أن يشك أهل النصارى يدخلون في الجنة أو لا إذا تمكنت الشبهة في أحد فلا بد من هذا نعم لكن حاله عبد الله بن السلام وغيرهم ممن دخل في الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بدون الطلب منهم لأن يأتوا بأمر زائد على الشهادتين حالهم يختلف عن هؤلاء المتأخرين الغائبين عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحضور للمعجزة وعن تواتر الغائبين عن دعوة عموم الرسالة وتفاصيل هذه الأمور يعني عن تواتر بعض الأمور نعم ماذا يقول فإن لم يسمع منه فتمكنت الشبهة في إسلامه لجواز أن ينسب إلى الناس الإفتراء في الدعاء العمومي أي عموم الرسالة الجهلا منه بثبوت التواتر عنه صلى الله عليه وسلم به أي بالعموم نعم هذا لا أعرف هل في قراءة النقص يعني في نسختي إذا تابعتم نعم طيب يقول الماتن هذا يعني خذ هذا وفي تلك التفاصيل المتقدم ذكرها المندرجة تحت الشهادتين تفاصيل اختلف فيها هل التصديق بها يعني بهذه التفاصيل داخل في مسمى الإيمان حتى يكون إنكارها كفرا أو ليس بداخل فلا يكون إنكارها كفرا وهذه مسألة شهيرة وهي أنه قد اختلف أي اختلف أهل السنة في تكفير المخالف في بعض العقائد بعد الاتفاق إلى آخر هذا الكلام بعد الاتفاق في غاية الأهمية تمام بعد الاتفاق منهم من أهل السنة على أن ما كان من أصول الدين وضروراته وهذا العطف كالتفسير أي من الأصول المعلومة من الدين ضرورة يكفر المخالف فيه أن يحكم بكفره بمخالفته فيه وإن أتى بالشهادتين أيها الأخوة تمام وإن أتى بالشهادتين وادعى الإسلام لكن أتى بشيء بكلام أو فعل ظاهر على مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة تمام يعني عدم تكفير أهل القبلة لا يشمل هؤلاء الذين صرحوا بأمر صرحوا بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة يعني فكروا واحدا واحدا صرح بإسلامه زعم الإسلام وأتى بالشهادتين عند العامة على الظاهر في الظاهر في ظاهر الناس في ظاهر في شهادة الناس ثم مثلا أنكر وجود الجنة قولا الجنة هي مكان في الدنيا سوف ينشئه البشر بتقدمي العلوم مثلا bilimlerin ilerlemesiyle dünyada insan türü cenneti oluşturacaktır cennet budur insan türünün cennete girmesi zamanla bu dünya hayatında tek tek her bir ferdin öldükten sonra cennete girmesi değil mesela مثلا إذا أتى واحد بمثل هذه العقيدة فإن أتى بالشهادتين ألف مرة فهل تقبلون إسلامه لا صح فهل تكفرون إذن أهل القبلة وهو يصلي يعني يصلي صلاة المسلمين ويتوجه إلى الكعبة في صلاته ويدخل في مساجد المسلمين ويفعل كل شيء إلا هذه الفكرة إلا يأتي أن يأتي بهذه العقيدة فهل تكفرونه فهل تكفرون أهل القبلة إذن يعني في ظاهر القول نعم لكن أهل القبلة مثل اتكات يعني لابل اتكات علم على المسلمين لكن هذا العلم معناه أو دلالته قد يختلف من عصر إلى عصر يعني تمام يعني كونه من أهل القبلة في ظاهر صنيعه هل ينافي تكفيره إذا أتى بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة لا صح واحد يدعي الإسلام يصلي تمام يعتقد كل شيء في الإسلام نحن نعرفه إلا أنه يدعي أن هذا الكلام القرآن ألفاظه منسوبة للنبي النبي هو الذي ألف هذه الألفاظ بحسب عصره بحسب مخاطبه هل تكفرونه هذا ليس كلام الله قال هذا القرآن ليس كلام الله بل هو مثال من أمثلة ما يريد الله تعالى منا هل تكفرونه وإن كان من أهل القبلة بين القوسين نعم هذا هو معنى بعد الاتفاق تمام بعد الاتفاق بعد الاتفاق على أن من كان من أصول الدين وضروراته يكفر المخالف فيه كالقول بقدم العالم صح كفره جماهير الفقه وإن لم يكن كلهم لا أعرف الخلاف بين بين الفقه في عدم تكفير ابن سينة وأمثاله مثلا الذين يقولون بقدم العالم قدم العالم معنى ولو القدم الزماني يعني على قوله يعني نفصل ولو القدم الزماني يعني وعصلا ما كنا نعرف القدم الذاتي يعني قبل ابن سينة تمام بقدم العالم في هذه المسائل الثلاث ووافقه جماهير الفقهاء والمتكلمين تمام وافق الإمام الغزالي لا قلدوه تمام تمام وكلها من ضلالات الفلاسفة ومن هذا المهيع أي الطريق الواضح البين في تكفير من قال به إثبات الإيجاب بالذات انظروا كيف أضاف المات والشارح هذا الأمر الواضح في فلسفة ابن سينة ومن تبعهم من المشائين صح؟ إذن يجب تكفير كلهم من هذا الأمر يعني بسبب هذا الأمر هم يقولون بالإيجاب الذات بصدور العالم من الله تعالى على سبيل العلية والمعلونية نعم الإيجاب بالذات الذي هو النفي الفعل بالاختيار والمشيئة لنفيه أي القائل به وهم الفلاسفة الضلال اختياره صح؟ القائلون بالموجب بالذات ينفون الإختيار بتحقيق كل المتكلمين تمام بتحقيق كل المتكلمين على رأسهم الإمام التفتزان صرح بأن التلفظ بلغض الإرادة عند إبنسنا أو غيرهم لا يعني شيئا يعني لا يفيد شيئا تمام لا يغني شيئا تمام فهو فقط كلمة لا معنى لها عندهم يعني الإختيار شيء آخر يعني الإختيار الفاعل المختار هو غير المهجب بالذات نعم إختيار سبحانه عدم الإختيار نقص تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا وما ليس من ذلك أي من الأصول المعلومة من الدين ضرورة وما في قوله وما ليس من ذلك مبتدأ خبره قوله كنفي مبادئ الصفات مع إثباتها يعني مع إثبات الصفات كقول المعتزلة عالم قادر يعني الله عالم قادر ونحوهما فإنهم أثبتوا هذه الصفات مع نفيهم مبادئها التي هي العلم والقدرة يعني مبادئها الصفات الوجودية يعني بها نصف الله تعالى بأنه قادر عالم إلى آخر يعني بالقدرة والعلم نقول إن الله قادر ونحوهما ونفي عموم الإرادة لكل كائن من خير وشر كما تقول المعتزلة إن الشر غير مراد لله تعالى والقول بخلق القرآن كما يقولونه أيضا فذهبت جماعة هل المعتزلة يكفرون على هذه العقائد فذهبت جماعة تفصيل لإجمال قوله وقد اختلف في تكفير المخالفين فيما ليس من ضروريات الدين ببيان أن جماعة من أهل السنة ذهبوا إلى تكفيرهم بذلك خصوصا ما تريدين صح إلى تكفيرهم لذلك لأن النافي مبادئ الصفات وعموم الإرادة جاهل بالله انظروا تعليلهم هم قالوا المعتزلة لما أنكروا الصفات الوجودية أصبحوا جهالا بالله هذا يعني متمسكهم والجاهل بالله كافر والقائل بخلق القرآن قد نطق الحديث بأنه كافر وهو ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر يعني ما معرفتكم بصحة هذا الحديث أيها الإخوة المحدثون طيب من هذا حكم أي المحدث بوضعه صالح أجل بما ها تمام يعني الأستاذ صالح الشيخ صالح الغرسي نعم هو يحكم أو ينقل على كل حال نعم هل لديكم يعني معرفة يعني بطرق هذا الحديث ودرجة صحته عند المحدثين الكبار يعني المعروفين ولو من القرون المتأخرة مثل ابن الحجر العسقلاني رحمه الله الإمام ابن الحجر طيب نكمل على كل حال هذا الحديث في صحته كلام واضح وإن لم يكن موضوعا تفضل نعم يشه وَالْقَوْلُ بِخَيْفِ الْقُرْآنِ derken yani sırf doğru mu anladım diye soracaktım buradaki Kur'an Allah'a Tanrı'nın kelâm sıfatı kastedilir değil mi hocam yoksa اَعَمُّ مِنْ هَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَزِرَةَ أَسْلًا لَا يَقُولُنَ بِصِفَةِ الْكَلَامِ حَتَّى يُنْكِرُوا شَيْئًا صفتا الْكَلَامِ حَتَّى يَقُولُوا بِخَلْقِ شَيْءٍ مَعْدُومِ هُمْ لَا يَقُلْنَ بِخَلْقِ شَيْءٍ مَعْدُومٍ عندهم صح الْكُرْآنِ الْكُرْآنِ مَا يُقْسَطْ بِهِ هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينِ لَا يَقُولُوا بِخَلْقِ شَيْءٍ مُسْحَفَةِ دَلَالَتِ دَلَالَتِ دَلَا veya işte Allah-u Teala'nın ezelliği hitabına ve مِحْنَ 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 Kur'an deyince حَلْقِ Kur'an deyince ve alimlerimiz işte muhalefet ederken Mutezili'ye genelde muhalefet ederler ve burada da işte aslında o vücudi felam sıfatını kastederler diye düşünmüştüm ben tamam Ehl-i Sünnet böyle kastediyor dostum ama Mutezili böyle bir şey kastedemez çünkü Mutezili böyle bir şey kabul etmiyor varlığını onun mahluk olduğunu söyleyemez yani zaten ama neden Kur'an Kur'an deniliyor hani diye düşünüyorum yani Kur'an'ın mastari anlamı acaba kullanılıyor burada Al-Kur'an İmma yuqsadbihi lafzun yedullu ala kelamillah ve imma yuqsadbihi nefsü kelamillah ta'ala al-qaibi bi zatihi yani tamam ve imma ve imma yutlaku ala a'amma minhada yani fakir misil kadril muşterek ilma'navi yani evet yani yani bu aslan lafzun muşterek au şibhi lafzı muşterek indel Ahl-i Sünnet اذا اطلقوا بتكفير من قال بخلق القرآن بخلق القرآن مجرد هذا اللفظ قد يكون عندهم مناطة تكفير خلق القرآن قد يكون قد يكون قد يكون دلالة الكلام النفس يعني تمام قد يكون فقهيا عندما انكفر ان مجرد القول بخلق القرآن مهما كان دلالة هذا اللفظ يعني بحسب تعيين اهل السنة تمام مهما كان هذا اللفظ الموجود في عصر معين قد يكون دللا قد يكون سببا للتكفير عند الفقهاء نعم طيب نكمل والجواب والجواب ان في مبادئ الصفات هنا مبادئ الصفات يعني الصفات ولو في التلفظ لما نقول الله تعالى قادر عليم حي مريد عندنا مبدأ الاشتقاق هنا مبادئ هنا مبدأ الاشتقاق أليس مثلا القادر مشتق من القدرة هنا المبادئ المقصود منه المشتق منه طبعا نحن ندعي أن هذا أن اتصاف الله تعالى بالقادرية لا يجب يجب وجود صفة وجود أمر اسمه القدرة في ذات الله تعالى أهل السنة هكذا يدعون فالمبادئ هنا مبدأ الاشتقاق أيها الإخوة لو كنا نقول بالحال يكون هذه الصفة الوجودية موجبة لحال القادرية لكن لا نقول بالحال صح الإمام الباقي لا يقول والإمام الجويني في أول قوليه يقول صح في أول قوليه يقول بالحال مبادئ مبدأ الاشتقاق يعني في اللغة التركية كيف نترجم هذا اللغة المبدأ إني أردنا أن نترجمها يمكن أن نجد وصفا يقابل مبدأ الاشتقاق مثلا مبدأ الاشتقاق نعم أو نقول الصفات هي هذه أثبت هذه صفات معنى فيه مبادئها مثلا يمكن نقول أصل أصل يعني قادر صفات الاشتقاق الاشتقاق كيف نترجم كيف نترجم وَالجَوَابُ مِنْ طَرَفِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ التَّكْفِيرِ وَهُوَ الْمُخْتَارِ صحفا هو المُخْتَار الذي نعرفه لا نُكَرْفِرُهُ الْمُعْتَزِلَ يعني هذا قولي المُخْتَار وَهُوَ الْمُخْتَارُ الْآتِي أما على الأول والثاني فهو أن الجهل بالله من بعض الوجوه ليس بكفر هذه قاعدة عظيمة أيها الأخوة الجهل بالله من بعض الوجوه ليس بكفر الجهل في الصفات هل هل ينزل منزلة الجهل بالذات عند من يكفر المعتزن وغيرهم من مثل هذه الطرق نعم على القول المختار لا الجهل ببعض الصفات مطلقا يعني الجهل ببعض الصفات لا يدل مطلقا على الجهل بالذات أو ليس جهلا بالذات مطلقا تمام وليس أحد من أهل القبلة يجهله تعالى يعني ليس أحد من أهل القبلة الذين عندهم عقيدة فاسدة يعني خصوصا تمام يعني أهل السنة أصلا لا يجهلون الله تعالى صح من الجهات التي يتصور فيها الجهل من جهة الفرق يعني من قبل الفرق الآخرين يعني تمام وإلا نحن أهل أهل السنة هل منتسب أهل السنة يعرفون الله حق معرفته يعني يعني لا لكن معناه خصوصا هنا ليس أحد من أهل القبلة من الفرق الضالة المبتدعة الذين عندهم عقائد فاسدة في صفات الله تعالى مثلا تمام لا يجهله تعالى جهلا مطلقا تمام إلا كذلك يعني لا يجهله إلا كذلك يعني يكون جهله من جهة يعني ليس جهلا تاما تمام فإنهم على اختلاف مذاهبهم اعترفوا بأنه تعالى قديم أزلي عالم قادر خالق السماوات والأرض وأما على الثالث دليلهم الثالث في الحديث يعني فهو أن الحديث غير ثابت ولو ثبت لكان أحدا لا يفيد علما فلا يكفر من منكره أو يقال المراد بالمخلوق المختلق أي المفترى هذا التأويل طبعا يخالف الظاهر ظاهر استعمال المخلوق المفترى من خلق خلق الشيء يعني اختلقه يعني افتراه وضعه وليس محل نزاع لأن قائله كافر قطعا صح لو قاله واحد يعني القرآن مخلوق يعني مختلق فهو كافر طبعا فهو كافر وذهب الأستاذ أبو إسحاق هذا قول ثاني في تكفير الفراق يعني موقف مختلف ثاني تعليله يختلف عن التعليل الأول تمام وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائين إلى تكفير من كفرنا منهم أي اعتقد كفرنا دون من لم يكفرنا أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من قال لأخيه يا كافر فقد باء أي رجع به أي بالكفر أحدهما وفي لفظ لهما يعني للشيخين إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أي بصفة الكفر أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه قال الإمام أبو الفتح القشيري في شرح العمدة في اللعان كأنه يعني الأستاذ يقول الحديث الدل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين إما المكفر أو المكفر فإذا كفرني هذا توجيه وتفسير لمذهب الأستاذ بناء على استدلاله بمثل هذا الحديث تمام كتوجيه أو تفسير جميل جدا إما المكفر أو المكفر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع إليه يعني تمسك الأستاذ أبو إسحاق بظاهر الحديث ولم يؤوله تمام لكن تأويله هو المختار بناء على أدلة أخرى تمام بناء على أدلة أخرى تأويل هذا الحديث هو المختار أو تقييده ببعض الصور دون البعض تمام ببعض الصور دون البعض تفضل حمزة هؤلاء Bu hadisi zahiriyle anladığımız vakit İhtihadi tekfirin İmkanı kalmaz gibi duruyor Yani adam Zanni bir şeyi var ama Kimse kendini riske atmak istemez Böyle bir ortamda لا لماذا اذا كنت انا قاطعون بأني مسلم Aslında كل من يكفر الاخرة بالإجتهاد قد يخطع Evet hocam hani tekfirde Zanni boyutta var dedik ya Karşısındakini tekfir edecek Belli maslahatlara da mevni Ama zanni Yani maslahatın mevsedeti de var Burada İhtihadi tekfirin önünü Kapatır zanni olarak Galiben naam yani İlla men Kene ceri'an fi dinihi Yani nam sah Lakin hada wakya yani Kesir minel nas Ceri'un fi misli adil umur Sah Ked nijidu Fukhaha Jari'in Jidda yani O عندهم Yani Wosel عندهم Yani Mصالح التكفير O انهم Mصibun Fikri'un fi ijtihadatihim yani Zann Yajduz Ö Iraqi' stretches Ver Mendoport El M Hou El O I Kau Que M المفتل المجتهد المكفر من دينه لن يجرأ على تكفير أحد لأنه قد يخطئ في تكفيره الاجتهادي ليس الضروري بالقطع صحيح جميل يعني هذا يشبه أن يكون سدا لباب لو تمسكنا بظاهر هذا الحديث تماما يعني يشبه أن يكون سدا لباب لباب التكفير الاجتهادي نعم لكن لا يمكن أن نقول سدا كاملا لأن هناك على كل حال سيظهر مفتون جراء في التكفير أو واثقين بصحة اجتهاداتهم مثلا ويرون مصالح مثلا في تكفير هذا الشخص مصالح شرعية ويكفرون طيب انتهى كلامه انتهى كلامه أبو الفتح القشيري في شرح العمدة من هو هذا أبو الفتح القشيري؟ انظروا في الموسوعة الإسلامية في موسوعة الإسلامية هل ابن دقيق العيد هل كنيته أبو الفتح القشيري؟ ها تمام إذن طيب هو ابن دقيق العيد أنا استغرب لأن الشارح الشارح ذكر اسمه ابن دقيق العيد وهو اسمه المشهور عندنا في الكتب لماذا يذكرون أبو الفتح القشيري؟ المترجم للقناة الأعمال لا تكفر أو هناك صور كثيرة مثلا الناس يكفرون من أمامه مثلا لو كان بهذه السؤولة يكفر يعني يكفر كثير من المسلمين مثلا فهذا قد يكون شيئا غريبا لا يناسب كثير من النصوص هذا موضعه يحتاج إلى البحث إذهب إلى كتب العلماء في شرح هذا الحديث سيؤولون شروح الأحاديث ستجدوا كلاما واسعا بماذا يؤولون يعني بأي دليل يؤولون يمكن أن نقول كفرا بمعنى يعني أول ما يخطر بالبعض إذا كنا نؤول لفظة صح لفظة كفرا بمعنى كفران النعمة أو تقديرات أخرى طريق التأويل شيء وأسباب التأويل شيء آخر أدلة خارجية لماذا نؤول لأن هناك أدلة ما هي هذه الأدلة يرجع إلى الشروح الشروح لا حديث طيب نكمل وقيل إنما يكفر المخالف في عقيدة إذا خالف إجماع السلف على تلك العقيدة هذا الموقف الثالث يمكن نقول في التكفير أتفضل أستاذ علي علوي هناك أمر سلم كفر ما في تلك العقيدة يقول أستاذ أبو إشحق الإسفريني إلا تكفيري من كفران أحب منهم يعني بعض الأمر يعني هذه الأمر أنه مثل أنه جميع أحد هناك سمع كيطة كيطة كانت كيطة بي منهم هي أحب منهم أحب منهم dijo أن لذلك الآن كيطة اشتركوا في القناة 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 يعني في بداية هذه المسألة هذا التقييد نعم وهذا هو المنقول عن جمهور المتكلمين والفقهاء فإن الشيخ أبا الحسن الأشعرية قال في أول كتاب مقالات اختلف المسلمون بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام في أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض يعني كيف صور أحوال المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم صح يعني كيف اعتنى بأحوالهم وصرح بكل الوضوح فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم هذا محل الشاهد إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم هذا الظاهر أن الإمام الأشعرية يعتقد إسلام هؤلاء الفرق من المعتزلة إلى الخوارج إلى آخر انتهى وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابة الخطابية أو خطابة ما عندكم الخطابة؟ أو بلياء؟ عندي لا يجاد ياء أنا كنت أذكر بلياء نعم الخطابية منفرق من الشيعة؟ صح؟ هكذا أذكر لكن لست متأكد خطابية خطابية أهل الأهواء انظر إلى تعبير الإمام يعني غير الإمام أيضا كانوا هكذا يعبرون عن أهل البداية يقول أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم يعني لا يمشون على طريق العلم حقيقة أهل الأهواء كان مولا لبني أسد فرقة من فرق الشيعة وقد انقسمت إلى خمس فرق ومن أقوالهم إن الأئمة كانوا آلهة وإن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله أبناء الله نعم وأحباؤه قد يقول كلهم يقولون بهذا الكلام يعني أن الأئمة آلهة يعني لأنه يعني لا يبقى معنا لكلام الشافع يعني يقول أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابة يعني ظاهر كلام الشافع أنه لا يكفر الخطابية أيضا تمام؟ لكن لو قالوا بألوهية العيمة لا يمكن أن لا يكفرهم الإمام الشافعي صح؟ نعم على كل حال لأنهم يشهدون بالزور لموافقهم يعني يستحلون الكذب انتصارا لمنتسبهم تمام؟ انتصارا لمنتسبهم موافقهم يعني لمنتسبهم يعني اعلى لههم يعني لهم يعني كل من اناتهم يتكفتين يعني لهم يعني لا يمكنهمอะไร يده يعني يلهم يعني يلهم وَمَا ذَكَرَ الْمُسَنِّفُ أَنَّهُ ظاهرُوا قَوْلِ أَبي حَنِفَةَ اَقْبَلُ الشَّهَادَةَ أَهْلِ الْاهْوَاءَ يعني هُوَ يَعُدُّ هُمْ مُسْلِمِينَ تمام الإمام الشافعي يعد أهل البدعة مسلمين هذا هو محل الشاهد وما ذكر المصنف أنه ظاهر قول أبي حنيفة تجزم بحكايته عنه الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى وهو المعتمد من هو هذا الحاكم ليس الحاكم الشهيد صح وهو عينه تمام هو صاحب المختصر الحاكم الشهيد أي المختصر هذه هل تعرفون هذا الكتاب نعم المعروف يعني هذا الكتاب تمام في كتاب المنتقى وهو المعتمد نعم هذا القول هو القول المعتمد عدم التكفير أهل القبلة نعم انظر كيف يعني الفقهاء تناولوا هذه المسألة يعني المعتمد في التكفير أو لا يعني هذه مسألة فقهية يعني أرجع الأقوال إلى الإمام أبي حنيفة نعم وإن روي عن أبي حنيفة رحمه الله ما ظاهره خلافه من أنه قال لجهم هو ابن صفوان رأس الفرقة المعروفة بالجهمية أخرج عني يا كافر فليست تكفيرا لجهم حملا لقول أبي حنيفة يا كافر على التشبيه لجهم بالكافر بجامع المخالفة في أصل من أصول العقائد وإن اختلف الأصلان في العلم من الدين ضرورة وهو أي القول بعدم التكفير أحد من المخالفين عندكم هكذا صح بعدم التكفير أحد من المخالفين المذكورين مختار الشيخ أبي بكر الرازي هو الجصاص صح الجصاص ونقله عن الكرخ وغيره من أئمتهم ولكنه أي المخالف فيما ذكر يبدع بمخالفته ويفسق نعم نحن نتفق مع كثير من أهل النظر في عصرنا في عدم تكفير أهل القبلة لكن هم لا يبدعون ولا يفسقون بل أخرجوا من لغتهم مصطلحة بدعة والفسق إلا للداعيش أهل النظر أهل الأكاديمية أقصد منهم أهل النظر على الظاهر على المجاز لبعضهم لأنهم لا يرون مسألة التكفير مسألة فقهية لا يريدون تبديع وتكفير أي فرقة منسبة إلى الحضارة الإسلامية نعم طيب ويفسق وأيضا في بعضها أن يحكم بأنهم مبتدع لإحداثه ما لم يقل به السلف من الصحابة هذا أيضا أمر مهم نحن وإن لم نكفر هؤلاء الفرق لكننا نبدعهم ونفسقهم بناء على هذه المعاني ما لم يقل به السلف من الصحابة وتابعهم وبأنه فاسق ببعض مخالفاته كأن يقوم عليه البرهان يعني تعليل التفسيق هذا لماذا نفسقهم غير التبديع يعني تفسقنا التفسيق فقهي كأن يقوم عليه البرهان فيصر لإحتمال الدليل فيحكم بفسقه نعم نعم شحيط فيصر نعم فيصر نعم يصير دين يعني لا لا ليس يصير يعني لا معنى ليصير لا يتم المعنى هنا طيب بناء على وجوب إصابة الحق فيها لماذا لا بد أن نبدع ونفسق لأنه يجب إصابة الحق في العقائد أي في مواضع لاختلاف في أصول الدين عينا في العقائد العصلية طبعا عينا وجوب إصابة الحق عينا وعدم تسويغ الإجتهاد في مقابلته أي في مقابلة ما هو الحق عينا بخلاف الفروع التي لم يجمع عليها فإن الإجتهاد فيها سائغ وإن قلنا بالمرجح يعني بالقول الراجح القول الراجح إن الحق فيها معين والمصيب فيها واحد في مسألة المصوبة والمخطئة أصوليا وها هنا تفاصيل نعم وإن قلنا بالمرجح فإن الإجتهاد فيها سائغ وإن قلنا بالمرجح إن الحق فيها معين والمصيب فيها واحد وهنا تفاصيل لما قيل بالتكفير بالمخالفة فيه واختلافات في مسائل منه لا تليق بهذا المختصر لطولها ومنها أن المعتزلة أنكروا إيجاد الباري تعالى فعل العبد فجعله بعضهم كالجبائية غير قادر على عينه وجعله بعضهم غير قادر على مثله كالبلخ وأتباعه وجعل العبد قادرا على فعله فهو إثبات للشريك كقول المجوس أن شبه علماء أهل السنة المعتزلة بالمجوس من بعض الجهات طبعا تشبيه يعني ليس بالدراء أن يكون من كل الوجوه يعني هذا قاعدة التشبيه فالإيمان والكفر عندهم من فعل العبد لا من فعل الرب سبحانه وهو خرق لإجماع متقدم الأمة على الإبتهال إلى الرب تعالى الدعاء إلى الرب تعالى أن يرزقهم الإيمان إذا كان يدعو المسلمون من القرون الأولى إلى عصرنا أن يرزق الله تعالى أن يرزقهم الإيمان ويجنبهم الكفر إذن الإيمان والكفر مما يتعلق به إرادة الله تعالى صح؟ يتعلق به إرادة الله تعالى وقدراته والجواب عنهم مصطور في المطولات وبالله التوفيق يعني والجواب عن القول بتكفيرهم في هذه المسألة تمام؟ في هذه المسائل أو يعني بعض العلماء كفروا هؤلاء المعتزلة على هذه الأقوال تمام؟ لكن المختار عدم تكفيرهم في هذه الأقوال أيضا لكن الجواب عن عدم تكفيرهم الجواب عن القول بالتكفير في المطولات أو الجواب عن صحة هذه المسائل نفسها تمام؟ أو الجواب على بطلان هذه المسائل انتهينا من النظر الثاني هل لديكم سؤال أو إشكال؟ انتهينا من مسألة التكفير نعم ما بحث التكفير يعني كان فيها معلومات وتدقيقات جيدة جدا أيها الإخوة يعني عبارات وقواعد نعم وإن كان كتاب الاقتصاد في الاعتقاد طبعا يعني أشمل وأوسع وأضبط يعني في هذه المسألة نعم خصوصا ما يتعلق بمسألة الإجماع وتحقيق مناط التكفير ما رأيكم نقف هنا قليلا نستريح ثم نكمل